السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في مادة الحكومة الإلكترونية الفصل الأول الوحدة التعليمية الثالثة سنتناول في هذه الوحدة موضوعات مثل شكل الحكومة الذكية في المستقبل اقتراحات دعم وزيادة فاعلية الحكومة الذكية تطوير استراتيجيات استخدام الإنترنت مبادرة الحكومة الذكية وتقسيم الحكومة الذكية من حيث التنفيذ حيث سيستطيع الطالب بنهاية هذه الوحدة أن يكون قادرا على فهم وإدراك ما هو شكل الحكومة الذكية في المستقبل والتعرف على الاقتراحات لدعم وزيادة الفاعلية لهذه الحكومة الذكية وكيفية تطوير استراتيجي لاستخدام الإنترنت وفهم مبادرة الحكومة الذكية إضافة إلى معرفة كيفية تقسيم الحكومة الذكية من حيث التنفيذ دعونا نبدأ أولا في شكل الحكومة الذكية في المستقبل إعادة تصميم هيكل الوصول للمعلومات بالنسبة إلى المواطنين وإعادة تصميم العمليات سوف يؤديان إلى إعادة التفكير وإلى أيضا إعادة هيكلة الحكومة وهيكلة أعمالها بصورة جوهرية عصرنت الإدارة أي جعلها عصرية وفوق ذلك فهي تعمل مباشرة على تنظيم العمليات الإنتاجية التي تتولد عنها الخدمات الإدارية وأيضا الخدمات الإلكترونية من حيث تصميم طرق أفضل لإدارة العمليات الإنتاجية بل أيضا إعادة عمل هيكلة شاملة لهذه الحكومة بواسطة مجموعة من الأفكار العصرية التي تتوافق مع هذا العصر المتقدم بالتكنولوجي وسوف تزداد أنواع الخدمات المتعددة التي تقدمها المكاتب وأيضا هناك سيكون هياكل جديدة تحدثها الحكومة الإلكترونية وهذا فرصة من وجود استثمارات ضخمة جدا لتبني هذه الأفكار الجديدة في الحكومة الذكية في المستقبل بعض الاقتراحات في دعم وزيادة فعالية الحكومة الذكية هناك بعض الإجراءات التي سوف تزيد في الواقع من فعالية الحكومة الذكية مثل نأخذ أولا هو تحويل متكامل للمنافع الخدمية يشمل جميع أرجاء الدولة أيضا تطوير الوصول الإلكتروني متكامل للمعلومات والخدمات الحكومية أيضا وضع القانون موضع التنفيذ وإنشاء شبكات عامة آمنة أيضا هناك اقتراحات وزيادة في هذه لزيادة فعالية الحكومة الذكية من خلال تسهيل عمليات الدفع الرسوم على كافة الأصعدة من خلال كافة طرق الإنترنت أيضا إعداد وتقديم خدمات بريد إلكتروني حكومي شامل ونتيجة لتخفيض الأعمال الورقية سوف تضطر الحكومات إلى تقديم جميع الخدمات في اللاحق والمستقبل القريب عبر الإنترنت والمعاملات على إطار عملي لما يسمى الإي جوفرمنت إلكترونيك جوفرمنت استراتيجيات من ثلاثة استراتيجيات رئيسية ستشكل الأساس العلمي لهذا الإطار وهو التأكد على الخصوصية والأمان وأيضا زيادة استخدام الوكالات للخدمات والمعاملات الألية الإلكترونية واختيار مبادرات حكومة ذكية أضف أيضا هنا دعونا نتكلم عن تطوير استراتيجية استخدام الانترنت يجب على كل وكالات العمل في الواقع تطوير استراتيجية خاصة بها لرفع طاقة استخدامها للانترنت وذلك لكي تكون منفتحة وفاعلة ولها القدرة على الاستجابة بشكل أكبر وللقيام بآداء رسالتها بصورة أكثر فاعلية ولكي تحقق ذلك يجب على الحكومة القيام بالآتي أولا لابد من التدريب الموسع لموظفي الدولة على هذه الأجهزة وعلى هذه المنظومات الإلكترونية الحديثة التي صممت لخدمة الدولة والمواطنين أيضا يجب عليها تحديد وتطبيق أفضل الأساليب التي تم تنفيذها بواسطة المؤسسات للقطاعين العام والخاص أيضا تشجيع الموظفين الذين يقومون بتقديم اختراحات تقود إلى تطبيقات مبتكرة للانترنت ولا ننسى عمل شراكة أو شراكات عدة من مراكز البحوث لتجربة التطبيقات المتطورة والمتقدمة أيضا إعداد آليات لجمع المدخلات اللازمة التي تعين الوكالات على استخدام الانترنت مبادرة الحكومة الذكية هي إطار مبادرة الحكومة الذكية هناك أربع مفاهيم أساسية لهذه المبادرة مهمة وجهورية لتنفيذ هذه المبادرة الحكومة لإنشاء الحكومة الذكية أولا التحول ليس فقط تحويل الحكومة إلى ألية وإنما إيجاد مجتمع معلوماته قادر على التعامل مع معطيات التقنية أيضا لتحقيق حلم الحكومة الذكية فالحاجة ماسة للتعاون بين شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص ثالثا لابد من إنشاء البنية التحتية الكفيلة بضمان الخصوصية والأمان لهذه الحكومة الذكية أيضا رابعا المعلومات وهنا يعني محتوى المعلومات وشكلها وبناؤها من الأشياء المهمة في الحقيقة والجهورية في الحكومة الذكية إمكانية إضافة إضافة الوصول إلى المعلومات بطريقة ميسرة وسهلة هذا مهم جدا في فكر وجوهر تنفيذ الحكومة الذكية ويمكن تقسيم الحكومة الذكية إلى أربعة مراحل مختلفة من حيث التنفيذ المرحلة الأولى المرحلة الأولى وكما أطلقنا عليها التحول أي جعل المعلومات الحكومية متاحة فورا على الشبكة وهي الخطوة الأولى في تجاه الحكومة الإلكترونية وهي تبدي تحديا فنيا لتقاسم هذه المعلومات المهمة وتوافرها على مستوى معين من الثقة أيضا المرحلة الثانية في تقسيم الحكومة الذكية هي التفاعل أي يجب أن يكون هناك تفاعل بين المستفيد من البرامج الحكومية والحكومة الإلكترونية كما أن الشبكات يجب أن تكون أكثر فاعلية وسرعة بحيث يمكن تحميل المعلومات بالسرعة نفسها التي يمكن تنزيلها بها ونعرج على الخطوة الثالثة وهي التعامل أي العمل الحقيقي للحكومة الذكية يعتمد على السرعة والدقة في إنجاز العمل وتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال والاقتصاد في تكاليف الأعمال أيضا الإلكترونية مهم جدا في تخفيض هذه التكاليف الاقتصاد في التكاليف هذه أيضا من الأمور التي يعتمد فيها على الاختلافات الكبيرة في عملية التكاليف لكي تتم بالوسائل مقارنة بالوسائل التقليدية والتي تتم عن طريق الخدمات الفورية عبر الشبكة إلى جانب وجود التنافس في تقديم الخدمات العامة التي تقدم فوريا عبر الشبكة المرحلة الرابعة في مراحل تقسيم الحكومة الذكية وهي المرحلة الأخيرة التكامل وهذه المرحلة هي مرحلة الذروة فيما يخص الحكومة الذكية وفيها يتم تأمين الآتي أولا إتاحة المعلومات فورا عبر الشبكة ثانيا تفاعل الحكومة الإلكترونية مع الناس واستجابتهم لها ثالثا المقدرة على إكمال المعاملات فورا عبر الشبكة وتوحيد جميع تلك المعلومات والأهداف على شكل ملائم وهذا يعني أنه بإمكان العميل أو المواطن أن يحصل على جميع المعلومات التي يحتاج إليها وأن يستوفي جميع المتطلبات وأن يطلب أو يتلقى جميع الخدمات التي تكون مخولا بتلقيها من مصدر واحد وليس من أكثر من مصدر أي كان نوع هذه الخدمات سواء كانت عن التعليم أو عن الصحة أو عن التجارة ننتهي هنا أعزاء الطلبة في بعض الأسئلة التي نقيم أنفسنا من خلال الإجابة عليها ومدى إدراكنا وفهمنا لهذه الوحدة التي قدمت لنا المعلومات التي تتعلق بعوامل الحكومة الذكية ونسأل الله التوفيق لي ولكم وتم بحمد الله تعالى